موسيقى مرحبا بكم عزيزي أهلا بكم في هذا البث المباشر على الوطنية الأولى اليوم 27 أوت 2020 كالعادة مواكبة ورصد لأهم المواقف والتصريحات بطبيعة في إطار انتظار عرض الحكومة الجديدة حكومة سيدة سامي مشيشي على مجلس نوى بشعب نهار واحد سبتمبر 2020 انتهت سلسلة اللقاءات بطبيعة مع الشخصيات الوطنية ومع الأحزاب وادت إلى تشكيلة حكومية لكفاءات أو تكنوكارات بعيدة حسب سيدة سامي مشيشي عن كل هذه الأحزاب خلت هذه التشكيلة هذا التشكيل الحكومي أن مواقف متباينة بين الأشخاص وبين الأحزاب منهم من يدعم هذه التشكيلة ومنهم من قرر عدم دعم هذه الحكومة سعد جدا بوجوده بحثنا سيد رئيس مجلس النواب السابق وأيضا رئيس الجمهورية السابق السيد محمد الناصر الذي استقبله أيضا سيدة شامي مشيشي في إطار سلسلة لقاءاته شكرا لك سيدة رئيس على قبول الدعوة أهلا وسهلا بك تحياتي مرحبا بك مرحبا بك أهلا وسهلا سي محمد طبعا كانت كانت للسيد هسامي المشيشي رئيس الحكومة المكلف لقاء مع السيد محمد الناصر مع سيد فؤاد لمبازع وغيرها من الشخصيات الوطنية في محاولة لمعرفة بتبعاء مواقفهم وأراءهم تجاه ما يحدث وفي إطار مشاورة تشكيل الحكومة وكانت قدم السيد محمد الناصر بمقترح اللي هو مؤتمر إنقاذ وطني يقرب وجهات النظر ويجمع الفرقاء السياسيين واللي يعتبر أن المرحلة تحتاج مثل هذا المؤتمر قبل ما نبدأ وحتيثنا معك السيد محمد الناصر خلينا نمشي لهذه الفقرة المصورة اللي تأمن هانا زاملتنا كاثر بن دالة حول هذا المقترح بتبيعه في إطار مشاورات تشكيل الحكومة تعددت الدعوات من أجل تنظيم حوار وطني تدعى إليه جميع الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل تقييم تجربة الانتقال الديمقراطي والتوقف عند الأسباب العميقة التي حالت وما تزال تحول دون تحقيق كل أهداف الثورة وهذا ما نصح به محمد الناصر رئيس الجمهورية السابق الذي التقى برئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يوم سبع أوت الجاري في دار الضيافة بقرتاج قدم تصوره بخصوص خطة الإنقاذ التي يقترحها والتي تتضمن مرحلتين اثنتين تخص الأولى مجابهة المشاكل العاجلة وتخص الثانية المواضيع الآجلة والرؤية المستقبلية لتونس خلال العقود الثلاثة المقبلة على أن ينظر المشاركون في مؤتمر الإنقاذ في الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات الكبرى لبناء تونس جديدة بإجمع كل الأطراف محمد الناصر الذي سابق له أن شغل منصب رئيس البرلمان ووزيرا لشؤون الاجتماعية شدد عقب لقائه مع المشيشي على أهمية عودة التونسيين إلى العمل والحاجة خلال العامين أو السنوات الثلاث المقبلة إلى تهدئة شاملة وتجاوز الخلافات السياسية ومنح الحكومة الوقت الكافي لتحقيق برنامج الإنقاذ الوطني كما اعتبر أن تعيين هشام المشيشي رئيسا للحكومة كسبا لتونس شخصيا حبيت أن أكده لأنه في تسميته لأنه هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة بتشبع بروح الدولة بمفهوم الدولة بما تجسيم مع ما يطلب هذا من عدم الدخول في التجذوبات السياسية مع أن الدولة والإدارة بسفعامة تبقى بعيدة التجذوبات السياسية أزمة جفاء بين السياسيين منذ الثورة وبلاد منهكة ربما يسهم الحوار الوطني في حل جزء من المشكل ويهدئ الأجواء السياسية التي لم تهدئ شكرا لك كاثر بن دالة في هذا التقرير محمد الناصر بتبع التجربة السياسية كبيرة جدا ومشوار سياسي بدءا من مناصب داخل الدولة في الولايات وغيرها إلى مناصب وزارية إلى مناصب دولية أيضا يخلينا فعلا نهتم لرأي وموقف السيد محمد الناصر فيما يحدث الآن في مستوى التشكيل الحكومة في مستوى البرلمان في مستوى أيضا المشهد السياسي عموما أنت حتيت رأيك في السيد هشام المشيشي يهمنا أيضا نسمع رأيك في التشكيل الحكومة الأسماء عندما اقترحها وأعلن علىها سيد هشام المشيشي كيف تنظر لهذه الحكومة سيو حمد الناصر تمتازها الحكومة هذه بأن فيها كفاءات عندهم تجربة عندهم معرفة بالإدارة عندهم معرفة بالدولة بخدمة الدولة ومعندهمش ولااءات سياسية ماهمش من تسبين إلى أحزاب سياسية وهذا مهم بالنسبة للعمل المتاحهم خاصة في الظروف الحالية الظروف اللي نعيشها اللي هي الظروف متع إزمة متعدة في جميع الميادين إزمة اقتصادية إزمة اجتماعية إزمة سياسية ويطلب الوضع هذا يطلب برنامج إنقاذ يطلب خطة إنقاذ وخطة الإنقاذ هذه ما تكون إلا جماعية ما تجمس تكون خطة مجموعة مقليلة لأن الإنقاذ أو الخطر هو يهد المجموعة الوطنية ككل وبالطبع كل من هو ما يشعر بالمسؤولية يهمه ويوجب عليه أنه يكون يعني يعني متهية لمجابات الوضع اللي احنا فيه ومساهمة فيه المجابات الحالة الاستثنائية اللي احنا عايشين هلوقت الحاضر احنا في 2014 حوار الوطني كان عنده جدوى وكانت الواقع السياسي كان يفرض هذا الحوار الوطني تعتقد أن الواقع طوى يفرض أيضا حوار وطني آخر وإلا مؤتمر وطني للإنقاذ أنا كنت أتمنى هذا وطلبت هذا ونعتقد اللي فعلا الوضع اللي احنا فيه يطلب مؤتمر وطني مؤتمر وطني يجمع الحزاب ويجمع الفئات الاجتماعية والاقتصادية ويجمع القيادة الفكرية ويجمع ويجمع فرصة باش يقع تشخيص مشترك للواقع اللي احنا فيه لأن هذا التشخيص هو الضروري هو الشيء علاش احنا وصلنا للشيء اللي وصلنا له علاش الامور متعنا يعني فيه الوضع اللي احنا عايشينه ومن هالتشخيص هدايا باشتبرز نقاط الضعف باشتبرز الامراض باشتبرز العلال ويكون سهل وقتها وصف يعني الاجراءات والحلول الحلول الفنتي واللازمة هدايا هدايا اللي نصور والشيء هدايا كيف يكون في مؤتمر تشارك فيه الناس كل بسيفتها نس يعني قيادات قيادات البلاد تشارك مع بعضها ويخرج من هذا الى جانب التشخيص أو بعد التشخيص قاعدة مشتركة دنيا اللي تجتمع عليها مختلف الاراء ومختلف الاحزان ولا القاعدة هذه عليها تبنى عنها الاصص نتع تونس اللي نحب ونحقوها في السنوات مو سنوات الخمسة جاية بسنوات الثلاثين في السنة في الثلاثين سنة المقدمة لأن البناء يكون على طول المدى ويكون محصور في الوقت لذا حبيب يعني اقتراحي كان أن المؤتمر هذا ينظر في الوضع الحالي ويقترح حلول آجلة للوضع اللي هو متأكد ويقترح يعني قاعدة مشتركة تبنى عليها بالمستقبل الخيارات والإصلاحات اللي نحب وندخلوها على الوضع عن تلك البلاد سكون اللي ممكن يرعى هذا الحوار ما نحتحت إشراف سكون المنظمات رئيس الجمهورية رئيس الدولة يكون شخص النجم يرأس هذا طبعا بطبيعته وصيفته وشخصيته يتمكن من هذا رئيس الحكومة ينجم يكون كذلك يرأس ويدعو للمؤتمر هذا ويدعو لهذا وإلا أي شخصية وطنية يقع لا تفاق عليها يعني النجم تقوم بالعمل هذا أما الأحسن يكون بمستوى رئيس الدولة ورئيس الحكومة وكيفش كانت ردد فعل السيد هشام المشيشي حول هذا المقترح كي اقترحت على السيد هشام المشيشي شنو كانت رده ما اقتراح رحب به يعني هو النظرة متاع السيد هشام المشيشي هو حسب ما فهمت من كلامه من تحليله هو عنده رغبة بشيحية يعني خطة على أساس التشخيص اللي كنا نحكم عليه يعني البداية تشخيص الوضع ثم تقديم الحرون وعرضها على مختلف الأطراف هوني يجي الموضوع متاع الأحزاب ومواقف الأحزاب الخطة هذه بقتلة بش تعملها الحكومة بش تتوقع عرضها على الأحزاب السياسية في مستوى البرلمان والبرلمان يعني في وسط البرلمان يعني الأحزاب موجودة وعندها يعني الطاقة اللازمة هي هي البرلمان مسؤول يعني في الميدان التشريعي ومسؤول كذلك هو اللي يراقب العمل الحكومي فمن خلال البرلمان الحكومة فامتنو لا بعد ما تقدم البرنامج بتاحها وبعد ما يقع التوافق عليه مشكل محل مراقبة سواء من طرف فيما يخص مشاريع قوانين أو من طرف مراقبة مستمرة لعالم الأحزاب اليوم نلقاو أن الحكومة الجديدة اللي يشكلها السيد هشام المشيشي ما يش لاقي إجماع حولها من الأحزاب فما برشة أحزاب من بينهم اللي يقول أن هذه الحكومة اللي هي حكومة التكنوليكرات أو حكومة كفاءات وطنية اللي تم استبعاد فيها الأحزاب ما هيش حكومة حزبية هي الحقيقة محايدة لمبادئ الديمقراطية وفيها تحييد لدور الأحزاب ما رأيك في الكلام هذا أن هذه الحكومة الحقيقة فيها تحييد لدور الأحزاب ولا تعكس إرادة النخب أولا الحكومة المهم في الحكومة موش أشخاص أو أعضاء الحكومة المهم في الحكومة هذه هي المقترحات والخطة اللي بش تقدمها هذا المهم اللي يهمنا احنا هو الخطة وتكون الخطة هذه قادرة بش تحل يعني مشاكل وتوقف النزيف اللي احنا عايشينه وفي أن واحد تكون محل يعني توفق من طرف يعني القيادات بتاع الأحزاب ومن طرف البرلمان والمنظمات يعني الوطنية الوطنية سلوحنا الديموقراطي من كيفية تكوين الحكومة هذه الحكومة هذه وقع تكوينها حسب ما جاء في الدستور يعني حسب الإجراءات المنصوصة عليها بالدستور ما كانش مايش حكومة جاءت هذا من جاءت من عكاكة وبر كانت نعني نتيجة تطور الوضع السياسي وكانت ميجال معناها في تار تطبيق الإجراءات المنصوص عليها الدستور بحيث من ناحية الشرعية الحكومة الشرعية فيما يخص الأشخاص بتبع مواقف الشخصية نجم وخير هذا على هذا لكن المهم بالنسبة في رأي المهم هو البرنامج والخطة التي قدمها الحكومة هذه لأنقاذ البلاد ولتوقيف النزيف اللي احنا عايش الديموقراطية احنا طبعا تجاهنا تجاه الديموقراطية واخترنا الديموقراطية والديموقراطية بتبع حال مبنية ومركزة على دور الأحزاب دور الأحزاب اللي هي تتبار للوصول إلى السلطة والأحزاب دورها ووجودها هي بيش توصل للسلطة لكن السلطة تتصرف فيها الأحزاب لفائدة المجموعة الوطنية ما هو شي لفائدة الأحزاب ومصالح الأحزاب ومنخرطين في الأحزاب والقراب من الأحزاب والموضوع هنا يطلب كونه وقتاً لأن كونه حكومة وقوله الحكومة هي محل يعني توافق يلزم الاتفاق يكون مش على كيفية توزيع مقاعد أو الوزرات على الأحزاب لإبراز هيمنة هذا وعلى هذا ومكانة هذا على هذا وش كونه لياخد وزارة بتاع السيادة وش كونه لياخد كذا مش هذا الموضوع الموضوع وأنه أولاً الحكومة هي حكومة مجعولة لخدمة البلاد والسلطة مجعولة لخدمة المجموعة الوطنية ليش خدمة الأحزاب بحيث هوني التصرف في السلطة من طرف الأحزاب في بعض الأحيان ساعتي يكون ماهوشي حسب المعروف وحسب السايد منها في مختلف البلدان لما حالة احنا مزننا الديموقراطية مزننا في البداية قاعدين نجرب وتجربة الديموقراطية وممكن نحسن أمورنا لكن مهم في الديموقراطية أن يتحرك ياخذ الحكم وياخذ السلطة يتصرف فيها في أيدة المجموعة والنظرة تكون نظرة للمجموعة الوطنية ككل موهوني فما رأي آخر اللي ربما يختلف شوية عما قلت ولكن اللي قلته سيد رئيس ما لها مقبول ومنطقي ما وقع من 2011 إلى حد الآن صارت بعض من تجاوزات للسلطة صارت فعلا بعض من استغلال الأحزاب لوجودها أو تموقحها في الحكومة لخدمة مصالحها الحزبية الثيقة وربما في كثير من الأحيان تغط هذه المصالح على المصلحة الوطنية صح ولكن المفروض حسب ما يقولوا بعض الأحزاب والسؤل النخبة السياسية أنه ما يكون هو القعدة يجب أن يكون هذا الاستثناء لأن القعدة التي نحن نحكي وعليها أو نبني وعليها هو أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب ولا يمكن ممارسة الديمقراطية إلا في إطار حزبي ما تنجمش تحكي على ديمقراطية وعلى ممارسة سياسية حقيقية إلا في إطار حزبي إلا داخل مؤسسات حزبية فالأحزاب إذا كانت تنفيها أو تنفي دورها تتسمى حط على مبادئ الديمقراطية ثم نقتل فقط بجزئية صغيرة ثم وقال لي أنت تشكل حكومة كفاءات وطنية أو حكومة تكنوكرات بعيدة عن الأحزاب هذا سيجعل التصويت لهذه الحكومة إما تصويت ضرورة أو تصويت خوف وبالتالي اللي هاربي منه مش أنت يخوفين فشنو الأفضل حكومة الخوف وربما يعرقوا للعمل لامتاحها وإلا هاتم من فهم البير ولا من قاعوا هاتم من طوى نتعدوا إلى انتخابات سبق الأوان هوكهو فأنا رأى أن الحكومة هذه فرصة للأحزاب باش تظهر في مظهر كونه هي مجعولة ومأهلة لخدمة المصح العام منتع البلد وهي معناها واعية بأن الظرف اللي احنا عايشينه اليوم هو ظرف فيه خطر على مستقبل المجتمع التونسي ككل وفي وقفتها وفي اتفاقها وفي موافقتها أو في إجماعها على خطة إنقاذ يكون في هذا يعني تجاوبه مع رغبة الشعب التونسي اليوم ويكون في هذا مأمن بالنسبة للأحزاب ومأمن بالنسبة للشعب التونسي بالنسبة للمستقبل بحيث رأى أنه الأفضل الأفضل أنه الحكومة هذه يقع إقرارها وخاصة الاتفاق على الخطة امتاحها وتبني الخطة هذه من مختلف الأحزاب لأن الحكومة هذه ماشي متحزبة ماشي منحازة إلى حزب بدون حزب والعمل المتاحة هو عمل الجماعة ويرمي إلى يعني إنهاء المشاكل التي نحن عايشينها المشاكل الهامة التي نحن عايشينها اليوم وترى أنه ممكن يكون فما حزام سياسي للحكومة هذه وانت تعرف التشرذم الموجود داخل مجلس النواب فماش أغلبية مطلقة كما قبل النداء كان عنده أكثر من ثمانين وكانت وحث ومع ذلك كان لابد من التوافق مع النهضة باش تمر مشاريع القوانين اليوم ترى أنه ممكن يتكون حزام يدعم الحكومة هذه هو أكثر من حزام أنا نتمنى أن الحكومة هذه تكون عندها إجماع الحكومة هذه والخطة تتطلب إجماع تونسي أحزاب ومنظمات هذا هذا المطلوب ماش مسألا قدش هذا وقدش هذا لا يعني فما إجماع اليوم الحاجة يعني يجب أن ننظر للواقع نظرة واقعية ونشعر أننا فما خطر والخطر يهدد المستقبل يعني مثال البلاد والخطر الهدايا من نجم نقومه إلا إذا كان نتفق على الأقل على الأقل نتفق على الأقل المينموم الشيء الأساسي والضروري هو اللي بش تقدم هنا الحكومة في البرنامج وفي الخطة يكون هذا كموضوع إجماع الأحزاب مهما كانت طيب في حديث عن الأحزاب وعلى التشرذم الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب كرئيس مجلس نواب الشعب سابق كيفش تقيم السنة البرلمانية اللي تعدات كيفش تقيم اللي صار داخل مجلس نواب الشعب من تراشق تهم وانت صار لك حتى سي محمد وقت اللي كنت رئيس مجلس نواب الشعب هل تعتبر هذا وجه من أوجه الديمقراطية الصورة حقيقية للديمقراطية وإلى الحقيقة عبث وفوضى اللي تجاوزت شوية الحدود وجه من من أوجه الديمقراطية أوجه الديمقراطية الناشئة المزالة الخطوات في بدايات مزالة تمشي بشوية بشوية ويتطلب هدايا شوية صبر ومدامنا احنا منزل في البداية نجمو نغلطو نجمو نصلحو والمهم أن نستمر ونحسنو مطلوب ربما اليوم شيء كنا حاولنا بش نعملوه في المجلس السابق هي مدونة سلوك لابد بها قعد اجمع مختلف النواب ومختلف الأحزاب على مدونة سلوك اللي تكون مرع للنايب عندما يتصرف داخل أخلقت الحياة السياسية أخلقت الحياة السياسية هذا مطلوب يظهر لي ويساعد كثير على تحسين الإداء بالنسبة للمستقبل ترى أنه رئيس البرلمان عنده دور في اللي قعد يقعد داخل البرلمان هو رئيس البرلمان هو المحرك هو يعني طبعا عنده عنده دور الرئاسة هو يعني هو الذي يحاول يوفقه ويقرب وجهة النظر وهو الذي يحاول يطفي النار عندما النار تشعل فأمتني والله وخدمة ماشي مسؤولية ماشي سهلة مسؤولية يعني أسعيبة تطلب تطلب مجهود متواصل والطلب يقضى مستمرة وخطة رئيس البرلمان ليش تخطة مريحة أبدا هي خطة تطلب جهد متواصل ويقضى متواصلة وانتباه متواصل واستعداد للنقد واستعداد ساعات لكلمات تتجاوز تتجاوز الحضو سيدا يعيشت وانا شخصيا ولكن يلزم قدر الانسان مش يتحمل هالأمور هذه وعلى أساس أن العمل البرلماني يتواصل ونتجاوز هالأمور هذه ونعتبرها أمور جزئية وأمور ظرفية ويجب نجاوزها المهم من أن البرلماني يواصل العمل ويكمل العمل وخاصة في المدة هذه إذا كان الخطة هذه الإنقاذ يقع عرضها على البرلمان ويبرز من البرلمان هدايا ويفاق شامل وأجمع على الخطة هذه باش تتغير الوضع السياسي متعل البلاد يتغير والأمل باش يرجع من جديد وهدايا المنتظر وهدايا المؤمن لكن توقع ديما بادرة ربما لا تطبق معنا على أرض الواقع توقعها صعبة التطبيق باعتبار لديما الأحزاب المتشر وفما اختلافات كبيرة على مستوى وجهات النظر بين هذه الأحزاب هو اللي يخلي كثير من الأشياء ما تمرش وما تتعداش حتى على مستوى مشاريع القوانين ديما في حديث على العمل البرلماني هل الفصل بين الفترة اللي كنت تترأس فيه البرلمان بين انتمائك لنيدا تونس كحزب نيدا تونس وبين رئيس البرلمان كرئيس كل النواب كان صعب ولا سهل كان هناك انتقاد كبير مواجه لسيد درس الغنوشي على أن وراه يلزم يفصل بين صيفته كرئيس حركة النهضة وصيفته كرئيس لكل النواب داخل مجلس النواب عندما وقع انتخابي كرئيس البرلمان اتعهد باش نكون في يعني على نفس المساواة على نفس المسافة من مقتل الحزاب واتصرفت في العمل المتاعي في كثير من الاحيان ما نسوش يعني من نشاركش في التصويت باش يكون الموقف معناها موش منحاس ما نسوتش مع كل معناها مناسبة يعني نحاول باش ما نسوش منشاركش حتى في التصويت بقى الانسان مهما يقوم مهما كانت المشهودات المتاعه دائما فما سكون ينتقد يقول في الموقف الفلاني انحزت للحزب الفلاني اوقف الموقف اما مبدئيا هذا هو الخط اللي اخترت ومشيت فيه في ان الرئيس المجلس يكون على نفس المسافة من كل الكتل ما مكان كيف تقيم الديبلوماسية البرلمانية اللي صار جلسة المسائلة اللي تمت لسيد رشد الغنوشي كرئيس مرسنو بالشعب على تدخله في الديبلوماسية المسموح به وشنية حدود الحمراء للديبلوماسية البرلمانية هو صعي يجب ان نفهم ونفهم وانا بدأ الدبلوماسية البرلمانية ما يشي دبلوماسية ثانية فما الدولة تونسية عندها دبلوماسية واحدة الدولة تونسية يمثلها السفرة ويمثلها وزير الخارجي ويمثلها رئيس الدولة عند سياسة خارجية واحدة يمثلها رئيس الدولة وتمثلها السفراء لمثل تونس الكارش بقى هذه الدبلوماسية البرلمانية بقى عليها الأحديث البرلمان عنده نشاط دبلوماسي كبرلمان لا يوجد كالدولة لا يوجد كالسلطة لا يوجد كالسلطة تنفيذية كبرلمان عنده أولا برلمانات دول شقيقة وصديقة في مختلف البرلمانات فم مجموعات صداقة في كل برلمان فم مجموعات صداقة لبلدان معينة نحن في تونس عنا في البرلمان ومن قبل حتى في المجلس التأسيسي وحتى في البرلمان قبل الثورة كانت فيما لجان صداقة مجموعات صداقة مع بعض البلدان والدول الصديقة عندها من نفسها مجموعات صداقة فتزوروا معنا جينا مجموعة من النواب من بلاد معينة من الكونجرس الأمريكي مثلا جينا يزورنا ويمشي معناها ووفد معناها من تونس إلى بلاد أخرى هذا من جهة من جهة أخرى عندنا الدبلوماسية البرلمانية عندنا منظمات برلمانية جهوية أو دولية فم مؤسسة برلمانية دولية يعني تونس مشاركة فيها البرلمان التونسي مشارك فيها والبرلمانات الكل مشاركة فيها تجتمع مرتين كل عام وبشاركة فيها تونس وتشارك بالتباع في الندوات التي تحتها وتنظر المؤسسة هذه البرلمانية الدولية تنظر في مشاكل يعني عامة من طالب البرلمانات إلى جانب هذا فم معنا هيئات برلمانية جهوية عندنا برلمان عربي برلمان أفريقي عربي عندنا برلمان إسلامي عندنا برلمان متوسطي هذوما كذلك تونس مشاركة فيهم وعنا معاهم تصالات اللي حبيت نبرز بهوني أنه هالعلاقات هذية ليش علاقات بروتوكولية فقط البرلمان الديبلوماسية البرلمانية ليش علاقات ديبلوماسية متع زيارات فيها دعم لديبلوماسية الوطنية دعم دعم لخطة الحكومة وفي هالميدان هذا مثلا أحنا البرلمان أو المجموعة البرلمان اللي قوينا معاها وخدمنا معاها هو البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي حول الوضع في تونس والفتنة ضر البرلمان الأوروبي مختلف يعني إلى ضرورة دعم تونس معناها تحسين الدعم الذي تقدم المجموعة الأوروبية الأوروبية لتونس قدم هذا التقرير للبرلمان وخرج من البرلمان لايحة تطلب البرلمان الأوروبي يطلب من جميع الدول المشاركة في البرلمان الأوروبي لتحول الديون عن تونس إلى مساهمات في الاستثمار وقع هذا وهذه هي نتيجة الديبلوماسية البرلمانية وكانت النتيجة سبعة دول أوروبية التي حولت مشاكل كل يعني جزء من الديون متاع تونس حولتها إلى استثمار فهذا شيء منهم ولكن نجح يكون زادة مع الدول الأخرى نجح يكون عنا من خلال الدبلوماسية البرلمانية ومن خلال البرلمانات ضغط على الحكومات في توجيه اهتمام اهتمام من حكومة هذه لفائدة مصالحة تونسية ولكن دور الدبلوماسية البرلمانية هو دعم الدبلوماسية الحقيقية الرسمية للبلاد التونسية نختم معك بسؤال أخير ومهم جدا شنو المطلوب اليوم سيمو حمد الناصر من رئاسة الجمهورية شنو المطلوب اليوم من مجلس نواب الشعب وشنو المطلوب اليوم من الحكومة الجديدة المكلفة التلاثة ذوما شنو مطلوب منهم اليوم مطلوب أو لأن عمل يعني مشترك يساهم في تنقيس من حدة الوضع اللي هو موجود أو لأن يمكن يقوي الوحدة الوطنية أو يجسم الوحدة الوطنية في المصالح الكبرى وفي الخيارات الكبرى وفي التحديات الكبرى التي توجهها تونس فما شيء مشترك بين السلطة سواء السلطة التنفيذية أو السلطة يعني تشريعية هو في أن نحاول عنا يعني عمل مشترك في مجباد في تكوين توافق وتكوين يعني وحدة وطنية لمجباد التحديات الكبرى التي نواجه فيها في الوقت هذا واضح شكرا لك سي محمد الناصر رئيس مسنوة السابق وأيضا رئيس الجمهورية السابق شكرا لك على قبول الدعوة وحضرك معنا اليوم في هذا البرنامج بعد شوية باش نستقبل السيد سامي تريقي عن حركة النهضة والسيد عربي جلاسي عن الطيار الديموقراطي باش نحكيه على موقف الأحزاب هل تم تحديد الموقف النهائي من حكومة هشام المشيشي وكيف ستكون جلسة منح ثقة يوم 1 سبتمبر 2020 نمشي بهذا الربرتاج لأمنوننا زاملة لكاثر بندالة ثم نعود لاستقبل الزيوف تباينت ردود أفعال الأحزاب والكتل البرلمانية في تونس عقب إعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عن تشكيل حكومة تكنقرات يوم الثلاثاء الماضي وإلى اليوم لا أحد يعلم إن كانت ستنال ثقة الأحزاب في البرلمان أم سيتم إسقاطها وتدخل البلاد في أزمة حادة بعد أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل البرلمان والمرور لانتخابات سابقة لأوانها واعتبرت حركة النهضة التي تتصدر ترتيب الكتل في البرلمان أن حكومة المشيشي أضعف الحكومات كفاءة وأقلها استقلالية وأكد القياد في الحركة محمد الجوماني أنه لن يقع دعمها سياسيا في انتظار اجتماع مجلس الشورى فيما أكد حزب قلبي تونس استعداده للتفاعل إيجابيا مع كل خطة جدية لإنقاذ البلاد واختلف المكونات الرئيسيين للكتلة الديمقراطية في البرلمان التيار الديمقراطي وحركة الشعب حول الموقف من حكومة هشام المشيشي فقد قرر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي عدم منح ثقاء للحكومة متعاهدا بممارسة دوره الرقبي في المعارضة البناء والمسؤولة فيما تحفظت حركة الشعب على بعض الأسماء الواردة في قائمة هشام المشيشي من حيث الاستقلالية والكفاءة مهمة صعبة للمشيشي في كسب ثقة البرلمان سيما وأن الأحزاب صاحبة الأغلبية تفاعلت سلبا مع حكومته المقترحة فكتلة اتلاف الكرامة أكدت عدم منحها الثقة كما أن كتلة الإصلاح الوطني لها تحفظات حول وزراء السيادة في حكومة المشيشي وكتلة المستقبل ترفض تكوين حكومة كفاءات مستقلة وما يزيد صعوبة حظوظ حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان أن الأحزاب الأقل تمثلا في المجلس تفاعلت إيجابيا مع حكومة الكفاءات التي اختارها رئيس الحكومة المكلف وفي مقدمتها تحية تونس والكتلة الوطنية ولكن ما يدفع أكثر بحظوظ حكومة المشيشي المناخ العام وخوف الأحزاب من سيناريو انتخابات مبكرة شكرا لك أفضل بن دالة على هذا التقرير سعودة جدا بوجودهم بحثنا رحبوا بيهم على يميني السيد محمد عربي جلاسي قيادي بالطيار ديمقراطي أهل سهلا بيك سمحوند عربي أهل بيك وشكرا على قبول دعوة شكرا على الدعوة عيشك على يساري السيد سيمي تريقي أيضا قيادي بحركة النهضة أهل سهلا بيك سي سي شكر وشكرا على قبول دعوة طبعا مرحبا بيك في كل وقت عيشك مرحبا بيك اليوم مشكلة كبيرة هو أن الأحزاب لم تتفق نهائيا على موقفها ولم تحدد موقفها نهائيا من حكومة ميشيشي حركة النهضة يظل أن ننتظروا المجلس الشورع أنه ينعقد ويقرر الموقف النهائي بينما الطيار الديمقراطي حدد موقفه حتى قبل الألان على تشكيل الحكومة حتى قبل الألان على الأسماء هكذا ولا؟ بالضبط نحب ونعرف بالتذكيق علش الطيار الديمقراطي أعلن موقفه رفض دعم هذه الحكومة السؤال يترح بزو سياغة مختلفة فما سيغة أولانية بديهية شنو أعمل سيدرس الحكومة المكلف بشيخ وثيق الطيار الديمقراطي خطرها نحكيه دستوريا وسياسيا على منح ثيق منح ثيق معناها فما نوع من التضامن مع الحكومة ذية ونوع من التبني لها بقاطع نظر ممثل فيها بوزراء ولا مكش ممثل فيها بوزراء تعتها ثيقتك في البرلمان معناها أنت ما تتفق مع برنامجها ما تتفق مع تركيبتها ما تتفق مع الفلسفة متاحها ونها يتدعمها بعض مش بش تصوط لها اليوم وغدوك أجيك في قانون المالية التكميري ولا جيك في قانون المالية متى 2021 وتخلاها به وسنها في الدورة كذا يسأل ولاني شنو عمل هشام مشيشي بشيخو ثيق الطيار الديموقراطي ثيقة ما تتعطاش وحدها هكاكا وبعدك أحنا نفسروا عليش ما تنجح الثيقة سيشام مشيشي ما تشاور معنا عمال معنا القاعدات حبش نرجع لك المثال ذاكا نقعد ونشربو التاي والروح أما كانش بعيد الشي على هذين نقعدو يسمعنا نسمعوه ويترح هو بيدو إشكالات معينة يقول لي نحب نعمل حكومة بتاع كفاءات مستقلة وانا بالنسبة لي شرط الاستقلالية وشرط الكفاءة مهم جدا يرينا فلايمات اللي ثلاثة من بعد أنه فما شكون كان أمين عام بتاع حزب قيادي رقم واحد في حزب استقال منه بعد أسبوعين يلقى روحه موجود في الحكومة في صفحة كفاءة مستقلة يرينا كفاءات على ما هي كفاءات قبل ما تولي وزراء تحكي على الفيسبوك ونلعب على قد وما قدش ويقبل الوزارة ما يقبلش الوزارة يلتقي بالرئيس يا رجل الوزارة شني عالقت رئيس الجمهورية بوزارة تثقافة ما نعرفش شني هالفلسفة حكومة طو كنت فهم قبل ما نرسل بلالة للوزارة بأسي محمد العربي مسألة اللقاءات اللي انت قلت مش بعيدة برشا حكاية الكاستان هل لأنه استثني الحديث عن الحقائب الوزارية كل حزب قدش بشيخه أصبح الحديث يعتبر شكلي ويعتبر صوري لا على خطر النقاط اللي طرحت هو الراجل قال من الأول لنحب نعمل حكومة كفاءة مستقلة قلنا له بكل وضوح مش هذا يا راينا وإحنا رأنا ضد فكرة أصلا ترذيل الأحزاب خاطر أنت فالأخراك بش دور بدور ترجع للبرلماني اللي فيه أحزاب وفيه كتل برلمانية سياسية ويجب ما تصوت لك أما يسيدي هات نتبعوا الفكرة بها كنتي رغم اللي احنا مش موافقين عليها من الأول بل كنقوا فيها حل شنية هالعوائق قدام الفكرة هذه هو قبلنا احنا يقول أنا يجب أن نلقى صيغة بش نتفق مع الحزاب من بعد ونتفهم معهم بش القوانين تتعد قعدنا مع بعضنا ثلاثة مرات ما حكينا حتى مرة في الصيغة ولا ما أعطنا حتى مرة التصور الخاص للصيغة اللي بش تعام مع الحزاب مع الحزاب من بعد بها يسيدي حكينا على ديبول وحكينا على تركيز الوزارات وتركيز الأقطاب مرينيش حاجة كبيرة في التجاذي حكينا على ضمان شرط الكفاءة والاستقلالية احنا طلبنا طلبنا يا سيدي ما تشركناش في الوزارة وما اقترحناش عليه وزارة ولا هو بالموناسبة قالنا اقترحه واحنا تعففنا معنىش تعفف السياسة احنا بيسبب احنا السياسة هي أنك تتصدى للمناصب وتخدم في المناصب وتحققنا تحسب على أساس أنا خارجي من ترجير بتحكم ما زلنا فيها نهار قابلينها بإيجابيات أو سلبياتها ومش نعرضوا نحنا المواطنين ينتخبونا بعضهم لا ينتخبونيش هو محراء اما على الأقل أعطيني الأسماء قبل مدة باش نجم أنا نعطيك راي نجمش أنا نعطيك راي في أسماء ما نيش وزار الداخلين عندي بيديو نزل على فرصة تخرج لبيديو متاع الناس باش نصوت عليهم بعض نهرين وثلاث أعطيني شنو تصورك للأسماء كيفاش ناوي تخدم معهم كيفاش ناوي تخدم معنا كأحزاب كيفاش تحب تقنعنا بقانون المالية متاعك أكثر من هك سؤال مهم ما جاوبش عليه نحكيوها الكفاءة والاستقلالية سي المشيشي بيديو وأقر له بذلك هو كفاءة مستقلة في الحكومة المتخلية زعم هو الكفاءة المستقلة الوحيدة في الحكومة المتخلية ما كانش عنده في زملاء ووزراء شكون مستقل وكفاءة كان ينجم يواصل لحق الترف استمرارية ما يزيح لبلاد من عدم الاستقرار ما يزيح لبلاد من عاود مسفر من الأول لماذا لا يحاول يبحث عن بعض الاستمرارية في الحكومة التي فاتت بها سيدي الوزراء ونحب تعمل تشكيلتك وحدك شنية موقفك من القضايا الكبر أبدأ من برنامج لنقاذ التي عملت الحكومة المتخلية وهو كان أحد وزراء السيادة فيها ما عبرنا على موقفه منه بشي واصل فيه ما واصلش فيه ما عبرنا على موقفه من القضايا الكبيرة ما هذه حكومة إصلاح وحكومة اقتصادية ومالية بامتياز شنية تصوروا في حتى لحظة من لحظات من نجبنا نحكيه معها سياسة وسياسة رفاها المناصب ونحشبوش بحكية المناصب ونحشبوش عدينا شهر مش من ترذيل الأحزاب عدينا شهر من احتقار السياسة والسياسة رأي إدارة شأن العام واللي ما حبش يعمل السياسة ما يحبش بيكون احتقار السياسة بالتبيعة مدام نخليه كل شيء على جنب ونحكيه في عموميات نحكيه في هلميات وبعديك جي ليستم تعوزراء مع أخطاء ما نعرفوش شكون الوزير وشكون مش وزير طيب ذكرنا في فيلم متع المرحوم محمد زكي معروف على الأخر مع وزير يقال قبل ما يتعدى على البرلمان في خرق واضح للإجراءات مش مقولش للدستور هل الحالة اللي خلطنا لهذه يتحمل ثم مسؤولية في المشيشي ويتحمل مسؤولية وإحنا معاه في محاولة الخروج من الأزمة هذه بلعقله بالحكمة لكن زادة بوضع اليد على الدي والدي هو أنه تم احتقار السياسة وترذيل الأحزاب في المداري فات هل نعتمد على تصريحات قيادات النهضة في توصيف موقفها وإلا الموقف مازال ما هوش نهائي من حكومة إيشام المنشيشي لأنه كنسمع الجماني يقول أضعف كفاءة وأقل استقلالية أعضاء الحكومة هذه وكيف نسمعون نردين البحيري كنسمعون كثير من قيادات نفهموا إلا النهضة موقفها أنها لن تدعم هذه الحكومة هل هذا هو موقف النهضة وإلا مازال غير ثابت لا هو مازال احنا في قرارنا مجلس الشورى في الحقيقة تكلمنا على تصورنا للحكومة ماهو لازم يكون وإحنا كنا في تناغم موقفنا السابق وهو مطالبة أو الدعوة إلى تشكيل حكومة واحدة وطنية سياسية ذات حزام برلماني واسع لأننا نعتقد ومازالنا إلى الآن أنه البلاد تحتاج في فلفات هذا كهو المشكلة الحقيقي لخل الحكومة حكومة مدى ومش برش هذه الدعوة من بين المشاكل ويمكن أهمها ولكن عموما هذه دعوتنا مستمرة ولكن في قرارنا ذاك قرار الشورى الأخير ما معطيناش موقف من الحكومة لأنه أصلا ما زالت مدى وقتها لا تركيبة ولا نقاشات ولا حوارات والأمر الثاني ماعطيناش موقف نهاية من مسألة التصويت أو عدم التصويت ومجاتش دورة شورى في الأثناء ولكن طبعا فما تفاعل مع الحلقة هذه من المفاوضات أو المشاورات أو الجلسات طبعا هناك تفاعل بعضه إيجابي وبعضه فما تحفظات لا أقول سلبي نحاول معناها لأن المرحلة دقيقة نحاول نتخير كلماتي ولكن عموما فما تحفظات على المصار الذي كان اختار سيد رئيس الحكومة المكلف سيد ليس طريقة تعمل طبعا الأحزاب واقع متقلقة منزعجة من المصار هذا لأنه حتى حزب ما ينجم يقبل مخراج الأحزاب حتى من المصار التفاوذي بشكل جدي اللي يجب يكون يمكن قد يكون أراد أن يبحث على أكثر هدوء قد يكون قد يكون كانت عنده قراءة ورؤية ومقاربة للوصول إلى أفضل ما يمكن أن يصل إليه بعيدا عن السجالات الحزبية قد يكون في هذه في مقاربة وعلى الأقل سنحاول نتمسول عذر ولكن هذا ما ينفيش أنه طريقته كانت مزعجة للأحزاب وكانت بعض الأحيان مستغربة مستهجنة برشا محلين قالوا لفما ترذيل للحياة السياسية فما يكون قال أنه أصلا يعني عملية احتقار أو إبعاد أو إزاحة مقصودة للأحزاب إذن هي انتلاقة مهيشي في صالح سيد هشام المشيشي نحن في حركة نحاول 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 نتفاعل بمسؤولية مع التمشي هدايا ونحاول منصدر ردود أفعال فورية عن دورة طبعا دورة باش تكون باش تكون شوية يعني فيها تفاعلات واضحة داخلها لأنه فعلا هناك كثير من القيادين داخل حركة اليوم قاعدين ينظروا المسألة هذه بعين العدم الرضا ولكن من شيرة واخرة فما رأي آخر يشق الحركة أيضا وفما مصلحة بلاد والوقت معناها وقت ضيق ونحن اليوم هكشوف احنا يعني الوضع فما شوية فما شوية وضع دقيق وهذا يخلينا ما يمكن يرجح كفة سيهشام ولكن ما هوش ترجيح كل في الحقيقة أيضا الرأي الثاني عنده الحجاجة بتاعه وعنده مرتكزات وما هوش بعيد على وأنه يتم التصويت بعدد معين وتقعد أن هذا في لا لم يزن هذا الأمر لم يزن لتحدثنا فيه ولغير ولكن في المكتب السياسي وقت اللي يتناول للموضوع وسيعرض على دورة الشورى كانت الأراء متقاربة جدا بين التصويت وعدمه أو خلينا نقول بين منح الثيقة ومنح عدم لأنه دستوريا السياغة المستعملة هي منح الثيقة وما هي سيغة سياسية أكثر منها سيغة قانونية نعتبر لأنه في الأخير تتعامل مع حكومة ستمنحها ثيقة لكن أيضا من الجموش نحسم نهائيا لصالح هذه الحكومة أو ضدها نزلنا 48 ساعة هذه نأمل أنه تقع بعض التداركات وين مصلحة البلاد في أنه تمر الحكومة حتى وكان مرور الضرورة ولا مصلحة البلاد في أنه نمشي لانتخابات مبكرة ويكون الموقف مبدأ وكهو هذا هو مصلحة البلاد في ظل نصوص الدستور في الحقيقة فما شوية فما شوية عدم وضوح ولكن دعني نقول أنه الذهاب إلى انتخابات مبكرة مهيش مسألة حتمية بنص الدستور بتاعنا معناها ممكن نعود نرحل مرحلة جديدة معناها ممكن نعود إذا سقطت هذه الحكومة نمشي إلى إعادة تكليف تكليف من جديد إلى بقاء الحكومة الحالية لكن بأي عنوان كثيرا وارد المسألة العملية وارد المسألة أن حكومة تصريف الأعمال تقوى دية تخدم كل شيء وارد في السياسة كل شيء وارد لأنه الذي يقدر الذي يقدر المسائل هي المصلحة في هذه الأمور في هذه المحطات ما يقدر المسألة هي المصلحة ولهذا نحن كنا دائما نجنح إلى أن المصلحة نصب أعيننا جميعا يمكن الذي يقع الآن في الحقيقة هو معناها ثنية وطريق إلى التهدئ بين جميع الأطراف وأن جميع الأطراف تراجع أنفسها قد يكون أميريت فما أميريت خطرنا لا نحب كما نطلب من سيد المكلف في تشكيل الحكومة أنه لا يسهم أو لا يكون سبب في ترذيل الحياة السياسية أيضا لا نحب الأحزاب يعني تكون سبب في ذلك الاتجاه حتى الآن نحن معناها تسببنا جميعا خلينا نكون موضوعيين تسببنا جميعا في أن الحياة الحزبية نوعا ما كانت فيها نوع من الإزعاج الصوتي للشارع التونسي والرايا العام التونسي ونلقا ومعناها صداء لهذا الآن كروش لكي نتكلم نحن بعاد على الشارع ونبض الشارع واضح أن الشارع التونسي فيه جزء من الرأي يقول لك خلي الأحزاب ترتاح هذا موجود وهذا لازم نحن كأحزاب ننتبه له هو ليس حتى رأي الشارع هو يدخل حتى في مبادرة حركة الشعب التي ليس سي سي زهير المغزاوي أطلق مبادرة وقال نتمنى أن الأحزاب تبشي معي فيها علش لا مثلا ما يلتزم بوقف النزيف يلتزم بمدة سنة أو سنة ونصف والأحزاب تحددها وتلتزم في المقابل الأحزاب بتمرير المشاريع القوالين الهامة كما المحكمة الدستورية وغيرها على أن بعد عام ونص أو عام يتم تقيم الأداء كان أداءها طيب فليكن كان أداءها مش طيب نمر إلى حكومة أخر ما هو راك في المبادرة هذه مبادرة هذه من الأول حاجة مبادرة السياسية خارجة من عقل السياسي وما حتتش لحكومة لبرة من المنظومة السياسية والمنظومة البرلمانية يعني عنا عنا تجربة سابقة في 2014 حكومة سلمهدي جمعة كنت سميت على الأقل كانت حكومة مستقلين بعد نس كل حابة السياسة والتي ترشح الرئاسية ترشح رئاسية والتي عمل الحزب عمل الحزب والتي تخل الحزب تخل في حزب يعني حتى بين قوسين يلقى مستقل يجيبه لي على ما نقول معناها أما خلينا نعتبره داخل داخل حكومة مستقلين في حق ما داخل حكومة مستقلين بالصيف على العباد كانت نتيجة المصار تفقد فيه الأحزاب والقوى السياسية وحتى أوسع من القوى السياسية في البلاء تفقد على رئيس الحكومة على تركيبة الحكومة على مدة عمل الحكومة على أولويات الحكومة والتزمت الحكومة من شيرتها أني توصلنا للانتخابات وأني ما يكون عندها طموح سياسي أجل تفكروا حتى وقتها رئيس الحكومة سرس يترشح وليس لا ترشح بالعقد التي تم كانت مقاربة سياسية لم يكن أحزاب المثلة في الحكومة لكن كان منطق سياسي المبادرة في حركة الشعب بقطع النظر على مصير الحكومة نهار 1 سبتمبر للأسف الوقت زاد الوقت ضيق ومارين حتى إشارة عقل سياسي قال شكل في الحكومة ذي نجم يتفاعل إيجابيا وبسرعة زاد مع المبادرة هذه لكن أنا نقول في جميع الحالات وبقطع النظر على المصير حكومة نهار 1 سبتمبر تأخذ ثقة لا تأخذ ثقة فما أولويات الأولوية الأولانية هي هدنة سياسية هدنة سياسية بمعنى نحل خلافاتنا في الأطر وبطرق محترمة ومتحضر هذي أولا نايم ثنين نقبل خلافات وعمرنا مشخص خلافات ثلاثة وذي الأهم بالنسبة لأينا نفهم مؤسسات دستورية مؤسسات الدولة التونسية لا بد من نستكمالها في الحكومة ولا مش في الحكومة تعطي ثقة ولا لا تأتي ثقة للحكومة رأي المحكمة دستورية في رقبتنا الكل 117 نايم في البرلمان المحكمة دستورية في رقبتنا الانتخابات تصير بصفة أجلة طو عاجلة طو ولا تصير في 2024 احنا فهمين منظومة الانتخابية مش كان القانون الانتخابي بمنطقة عسابة اذا ما تتبدل تمويل الاعلام تجديد العقوبات على التجاوزات مثلا تمويل الحزاب والجمعيات والقناة اللي بين الحزاب والجمعيات استغلال الاعلام والجمعيات المصالح حزاب المرشحين وزاد عقلنت ترشيد النظام الانتخابي بطريقة تسمح بالتكوين اذا كمش اغلبية مطلقة الحزب على الأقل كتال برلمانية اكثر لكن التنكيحات هذه مش ممكن تمر اذا بيكون شوما كومبرومي توافقات سياسية داخل المجلس انا قلت لي هذا بقى نظر التعداد الحكومة لو لم تعدد هذا بسبب لي مسألة ولد على جنب وذلك باختيار سيد حكومة المكلف حتروح على هامش الحياة السياسية في تونس مش احنا احنا مدينة ليدنا مرة وثنين وثلاثة وانمدو ليدنا كان هو ناوي يرجع لي طريق السياسة مش طريق الحزاب طريق السياسة نعود نقول طريق السياسة مش بشارتي طريق الحزاب عم الحزاب مش معنا تحط قيادات وزراء عندك هذي مسؤوليتنا في البرلمان حابين أحزاب ممثلة في البرلمان كتل ممثلة في البرلمان محكمة السورية في رقبتنا تنقيح القانون والمنظومة الانتخابية في رقبتنا تعام بعقلانية مع قوانين المالية القادمة في رقبتنا أي أن كانت الحكومة ذي مسؤوليتنا وبش نقوم هذه الفرصة التي أذكره بأن يمكن أن يفقد الإنسان بصره ولكن لن يفقد بصيرته فأنت عنوان المثابرة عنوان التحدي وستواصل إن شاء الله التحدي الذي رفعته بالرغم من صغر سنك أعرف الكثير عنك وأعرف أنك قادر على التسير ومن كان له اعتراض أو تحفظ فيبدو مرة أخرى أن البصائرة لا تعمى ولكن البصيرة هي التي يمكن أن يصيبها مثل هذا العمى الفكري مقتطف من لقاء سيد رئيس الجمهورية اليوم مع سيد وليد زيدي المرشح الحقيبة الثقافية بإجازة بلاي تعليقكم عليها لأنه اليوم اصدر بيان إعلامي رسمي عن رئيس الحكومة المكلف يقول فيه أنه بعد تعفف السيد وليد زيدي من خلال تدوير على الصفحات التواصل الاجتماعي نعفيه من نتخلى وعلى ترشيح لحقيبة وزارة الثقافية بعد ذلك يستقبل سيد رئيس الجمهورية يظهر لي في محاولة مباشرة أو غير مباشرة يقول له أنه رغم ما زلت أنت مرشح للحقيبة الثقافية لا أنا ما فهمت هذا من من استقبال السيد رئيس الجمهورية للشخصية التي كانت مرشحة لحقيبة وزارة الثقافة ولكن يمكن من باب جبر الخواطرة ويمكن من باب أن رئيس الجمهورية أراد أن يثمن هذه المبادرة وأنه تأسف لضياع هذه الفرصة وأنه تعرف سيد رئيس الجمهورية دائما مشغول بالقيمة الإنسانية قد يكون هذا يندرج في ذمن هذا الاستقبال ويندرج في ذمن هذه الفكرة ولكن ما من توقعش أنه فما مغالبة بين بين السيد الرئيس الجمهورية وبين الشخصية التي كلفها سيد الرئيس الجمهورية يعني في الأخير سيد الرئيس الجمهورية هو الذي كلف سيد هشام المشيشي يعني من توقعش أنه هذا هو المعنى والمغز قد يفهم ذلك طبعا المتلقي ممكن أول ولكن أنه نصل إلى هذه درجة تجديد على القيمة قيمة تولية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مواقع مهمة في الدولة هذه سابقة من السابقات التي كانت أن تشكر سيد وليد الزيدي يعني تعفف واستقال في مرحلة أولى ثم قد يكون تراجع أو استعف عفوا أو تراجع في مرحلة ثانية يبدو أنه سيد المكلف بتشكيل الحكومة رفض هذه العودة أو عمل معها بطريقة رسمية أكثر يعني دعنا نقول فما تفاعل بين المؤسستين الرئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة قد يكون تفاعل هذية فيه نوع من الإيجابية خاصة أن سيد المكلف بهذه الحقيبة يمكن فما نوع من الحساسية التي تحصل بعد قبول الاستعفاء بتاعه الأول وربما تعرض الحقيقة لحملة من التنمر على حملة من التنمر طبعا سيد الرئيسة الجمهورية حبي استقباله حبي يبعث برسائل معينة نصورها وتوصل بهذا النوع الإيجابي أكثر منه من نوع السبب شو تعليق محمد عبد إذا كان القراءة المتفائلة والتي تسبق الإنسان متعسامي صحيحة وما يخذ بالخاطر فلما لا الدنيا ما يخذ بالخاطر أبريتو لما هيت نحكي سياسة وهيت نحكي دستور أول حاجة حتى أنا ما نتفهمش أنه مرشح لحقيبة وزرية أول تدخل عمومي لتدخل في الفضاء العام هو يكون أنه يتعفف ولا يتسائل أنه يحب يمشي وليمشي مش لبار مش في علاقة به هو أنه منعش الظروف التي تم تسميته نجم يكون رجل تسمى في تلفون متاع 11 و 14 متعليل لأنه للتسكيل الحكومة ذائرة 11 ونص تعطط التوانس كان نحن قعدنا لحزاب حتى 11 ونص متعليل في آخر أجل دستوري رأوا وقال العربية يسامي تحت تركين هي يقسم في القتو هذه حكومة بعدت على ضغط الحزاب وقالت أنه لم يقعد نعمل في محاصة حزبية و11 ونص متعليل حكومة ركحت وتم إعلانها للتوانس فما مشكلة كبيرة من ناحية لأنه سيد رئيس حكومة المكلفة قعد مع الوزراء الكل وفسر لهم مهامتهم وفسر لهم يستنى منهم واسمحوا وانوين واتأكد من رغبتهم في المشاركة في الحكومة وفي المشاركة في الظرف الصعيبة ذا ولا لي هذا السؤال بقاطة نظرة عن الحالة الخاصة لأي شخص آخر أذير أولاني السنين لم يصلحوا غلطة بغلطة لم يصلحوا الغلطة الثانية بغلطة واحدة أخرى كيف إذا كان الغلطة الأولانية أنه لم يتم التنسيق مع المرشحين للحقائب الوزراء وواحد فيهم في لحظة ضعف ممكن تعرض الحملة على الفيسبوك ولما ظلوا شأن العام يكشفوا أكثر من اللازم وما يساعدوش فهذا تصير البرشعة بأي إنسان معناها أنه يلقى روحوا شخصية عامة ما يحملش الضغط ذا يحبي واخر بالتوالي وحقه بالمناسب ما تصلحش الغلطة هذه أنك انت تبدل تعلن إعفاءه في حين أن القائمة مشيت للرئيس الجمهورية مشيت للمكتب المجلس فما قائمة رسميا فماش قائمة أخرى منجمش رئيس حكومة يعفي وزير قبل ما يتعادى على أخرى دستورية يقول يجوز النظام الداخلي للمجلس يسمع بذلك المكتب المجلس حتى اليوم عنده قائمة واحدة منعرش فما قائمة أخرى ومنعرش صيغة باش تعاوت عدد بسيد رئيس الجمهورية تعاوت ماشي لمكتب مجلس يلي عنده صيغة واحدة أخرى يقول لنا عليه وثالي ثاني وهذا الأهم لازمنا نرجع نخم هل أن الحكومة هذه فيها واحدة هل أن الحكومة عندها رؤية مشتركة هل أن الحكومة هذه كما قال السيد رئيس الجمهورية عندها بصيرة بالوضعية لتجاوز التفاصيل في أي موقع وتمشي وتقول نحن برنامج للبلاد لكن إذا كان جاءت بمشاريع قوانين في بلاستها وجاء بمبادرات في بلاستها تلقى السند أما بالنقد البناية أما بالتصليف مع قوانين كما يلزم اليوم حالتها السياسية لا تسمح بمنح الثقال لأنه لم يربح ثقتنا بكل وضوح وغدوة كانت عددت نجم يكون لبقية نواة بالبرلمان يوجد نظرة واحدة أخرى إن شاء الله تحاول تصلح لغلاطة ويكون على الأقل عارفة أولوياتها وتقدم أولوياتها وتقدم حكومة كفاءات مستقلة تماما على الأحزاب نذكر في الفترة هذه النهضة صرح قياداتها بأنه عندهم طوى مبدئيا تقريبا 120 نائب كحزام سياسي ممكن يدعم هذه الحكومة ويكونوا في الاتناف الحكومي اللي بشي شكله هشام المشيشي قبل ما نعرف اللي هو رفض أنه تكون حكومة خزبية هالفرضية واردة أنه هال120 نائب هذوم بما فيهم حركة النهضة واللي معها يكون هو حزام سياسي اللي ربما تمر به الحكومة تأخذ بيثقة ويكون هو الحزام السياسي الدعم لهذه الحكومة بش نكونوا عقلينيين يعني في الأخير وقت اللي تحدثنا على على تشكل هذه الجبهة البرلمانية في الحقيقة لدعم حكومة ذات بش تدخلوا في الحكومة سعطي في دعم حكومة ذات صبغة سياسية حكومة حزبية ليس حكومة مستقلة عن الأحزاب صعب أنك تقنع الناس أنك بنفس التوجه تقنع الناس بأنها تصوت لحكومة ما فيهاش أحزاب يعني حتى بالمئة في المئة وعشرين هناك كتلة الكرامة كانت واضحة موقفها أنها لن تصوت ولا تمنح الثيقة لحكومة سيد الهشام المشيشي إذن أحد عناصر على أقل ومكونات هذا الاتلاف البرلماني أو هذا التجمع البرلماني في أحد عناصر وتوضح موقفه يعني مثلا ما عشنا نقوله نحكيه على مئة وعشرين بالمعنى المئة وعشرين ولكن طبعا المئة وعشرين هذو ممكن يتشكل ويزد ويتوسع لأننا ما نحن مئة وعشرين محصورين نحن مئة وعشرين المقصود بها يعني الحديث عن محاولة لتوسيع الحزام البرلماني اللي شكيت منه الحكومة السابقة ونحن ندعو أيضا إلى تواصل بقية الأطراف وفي هذا نتفاعل إيجابيا مع المبادرة التي قدمها وإي طرف يقدم مبادرة كنت بحديكم محمد الناصر أيضا وهو سيد رئيس البرلمان السابق تحدث عن مؤتمر إنقاذ لحوار وطني وغيره جيد نحن نتفاعل مع كل المبادرات وندعو إلى توسيع الوفاق الوطني مرة أخرى لأن الوفاق الوطني بعض الأحيان هذه الوصفة بعض الأحيان يقع ترذيلها كما ترذل الحياة الحزبية وهي من نتائج الآن ترذيل الحياة الحزبية هو ترذيل الوصفات التي تجمع الأحزاب بين بعض يالبعض وهذا نتاج الشارع التونسي اليوم يتفاعل مع ما يقع في الحياة الحزبية من مشاكسات مضرحين تصل إلى إزعاج المحيط السمعي البصري للتوانسة من ذلك ترذيل فكرة التوافق التوافق هذا أمر رهم جدا في فراحة الانتقال الديموقراطي ونزلنا لاستكمل خاصة أن مؤسسات البلاد مقاشر استكمالها من محكمة دستورية من الهيئات جميع فقط قوس في الإطارة ذلك رهوا أنتم والسيد رجل غنوشي هو من قال ذلك هو اللي خرج فترة وقال رهوا التوافق كنا مضطرين ما كانش فكرة جيدة وفكرة هيلة لا كان اضطراري ترذيل التوافق بشكل عام ما كنش لمحكم سيد رجل غنوشي ما تكلم على التوافق مش التوافق ما جمش يقول سيد رجل غنوشي أن التوافق هي توافق مع النداء لا لا نحن نحن وقتها في أثناء الحمد الانتخابيات تذكروا الحديث جيدا كان الحديث حول اللقاء مع حزب نداء تونس كان لقاء فعلا هو لقاء بعد بعد الانتخابات لأن تذكر جيدا ماذا وقع في الانتخابات قبل 2014 والسيد باجي قيد سبسي نفسه تحدث أن حركة النهضة ونداء تونس كان بعد الانتخابات هو لقاء الإكراه ولكن لقاءات الإكراه لا يعني أنه ذلك فيها ترذير للتوافق بالعكس هو ما يجعل الأطراف تتوافق وأنها مختلفة فيما بينها البعض ولكن تضطر للتوافق لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك واليوم أيضا المصلحة الوطنية تقتضي العودة إلى التوافق وأوسع توافق وطني ممكن صحيح نحن في مراحل سابقة الآن بعد الانتخابات الأخيرة كان هناك تصعيد من جماعة الأطراف وكانت جماعة الأطراف مختئة في ذلك وصلنا إلى حال إلى أن الأزمة الحكومة سقطت ثم الحكومة الثانية الآن استقال سيد رئيس الحكومة الحالي سيد رئيس الفخ وكانت الأطراف التي كانت مشتركة في ذلك الحين في الحقيقة معناها التصادم الذي كان بينها وصل إلى مرحلة غير محمودة نصل اليوم إلى حكومة نسميها أيضا إذا تسنى لذلك حكومة الرئيس الثانية حكومة التي يكلف بها الرئيس الشخصية الثانية والتي اختارها سيد رئيس الفهم من خارج المنظومة الحزبية الواسعة اليوم نجد نفس الإشكالات أنه هي أمام مأزق لكن أمام مأزق لأنه تشوف الشارع الحزبي يرى أنه وقع إزاحتها أو إبعادها عن المفاوضات وعن المشاورات وعن كل ما يمكن أن يضع برمجة لهذه الحكومة وأن تنخلط الأحزاب فيها إذن اليوم ما هو البقان أن الأحزاب تعود إلى طاولة الحوار وأي دعوة لطاولة الحوار مهمة وفي ذلك تدرج أعتقد دعوة حركة حركة الشعب ودعوة محمود النصر وأهمية الدعوة هذه أنها وضعت الأمور ضمن نصابها ناس كل نرمان موض نلقى فيها روح لأنه وصف الحكومة الحالية حكومة أولا تكنقرات مش حكومة كفاءات يعني كلمة حكومة كفاءات مستقلة في حد هو كأن الأحزاب جعل أن هذه الحكومات هذا النوع من الحكومات هو استثناء للقاعدة يعني الرجوع للأصل والحكومة تكون حسبية دعوة إلى التوافق التي تحكي عليها لمشانا ندعيت حتى المبادرة نحن نعرف ما هو المشترك الذي يمكن يجلس عليها الأحزاب ما هو المشترك بينك بين حزب السلسل ما هو المشترك بين الطيار بين قلب تونس ما هو المشترك الذي يمكن يخلي الأحزاب تتواثق وتجلس حول طاول نفس المشترك يجعلها معدي وقوانين مهمة في البرلمان نفس المشترك هو المشترك اللي يدوروا فيها وليدوروا حوله ومضطرين باش يدوروا حوله هو إدارة الشأن العام يعني عندنا المحكمة الدستورية هذا ما فيش حديث اليوم معناها فما إشكاليات في تأوير الدستور فما إشكاليات عند التعامل مع نص الدستور لأن النص الدستور لا يوضع لفترة تعامل اثنين نص الدستور يوضع على حقبات وعلى ذلك عند تنزيل النص الدستور في كل سياق نحتاج إلى قراءة إلى جهة مختصة وإلى جهة بعين حتى لا يقع إقحام أي مؤسة في قراءة للدستور قد تختلف فيها مؤسة أخرى مع وذايب خطر النجم يصبح خطر على الدولة إذا لا تتعقل الأطراف الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية ولهذا أنا أدعو إلى التوافق لأن التوافق هو الذي يجعلنا نتجاوز كل الإشكالات التي ممكن تطرح لنا أيضا عن القانون الانتخابي وتفضل لأخونا العربي فمتن لا يتحدث على تنميل الأحزاب وعلى على الجمعيات وعلى هذا شانتي يعني طبعا عنده قراءته الجلوس إلى الطاولة هو الذي يجعل الناس تصل إلى مشتركات تعاملوا بجدية مع مقترح حركة الشعب طبعا نحن نتفاعل بجدية مع كل المقترحات التي تفيد البلاد فما دعوة إلى التوافق والحركة ترى أن التوافق مسألة ضرورية يعني في الأخير نحن بغض النظر عن النواية نحن من من ندخلوش في النواية بتاع الأصحاب المبادرات ولكن نثمن النتائج النتيجة أنه تدعو الناس إلى الجلوس الدعوة إلى الجلوس في حد ذات وقت اللي يبدأ فما حالة من التنافر أو حالة من التصادم أو حالة من العدم فهم أطراف لبعضها البعض تولي هذه الدعوة جدية مضمينها ممكن التفاعل معها بإيجابية وعنف حتى في قيادة حركة هذا اليوم من تفاعل بإيجابية مع هذه المبادرة هما عرضوها علينا تقريبا بشكل من الأشكال تحدثوا معنا فيها بشكل من الأشكال رأى أن المبادرة هذه ممكن الاستماع إليها ممكن طبعا هي معرضة أيضا للتعديل بالزيادة وبإيجابية بداية الحوار وهذا مهم يحرك الساحة السياسية ويجعل الأطراف تتقابل وتتقارب مرة أخرى وتتوافق وتبتعد عن الخطابات التي أزعجت الجميع بما في ذلك رأى حتى حتى الأحزاب بيضة حتى الأطراف الحزبية حتى المنظرين الحزبيين حتى نعتقد القيادات الحزبية متقلقة من الاستجالات التي وقعت وما تنخرط فيها ولكن في الحقيقة هي مهيش مرتاحة لها وأنا دائما دائما أقول استجالات التي تكون في العلن ساعات أصواتها أقل في الكواليس تحاول تبحث الناس عن مشتركات ولكن اليوم علينا أن نحول هذه اللقاءات إلى مشتركات فوق الطالة وقت الذي نخدمه تقل الضوظة هل ما قدرتوش عليه داخل اتلاف حكومي ووظف كان فيما شرخ بيناتكم مشتقدروا عليه في إثار حوار وطني كما كيف مثل هذه المبادرة محمد عرب هو الأشياء تقدر بأهدافها تنجم مع حزاب معينة تقول أنا مستحيل نجم نحكم ولا تقول حكمت معهم وفشلنا ما تفهم ناشو من نجموش نعود أن نحكم بعضاً هاريكرا. هذي حكم وتعدي قوانين ورؤية للبلاد والأحزاب خلقت لأنه يكون عندها مشاريع مختلفة للأصل أنه يكون فما حزب ولاثنين قرابل بعضهم يحكموا وحزب ولاثنين يعرضهم. أما أنه نتفق على مسائل أخرى جو عيلة لنتفق حولها ولنتوافق حولها. أنا ما نفهمش التوافق بمعنى واسع وهو لي مهيت نتوافق على كل شيء التوافق اللي خلينا ما نحاربوش الفساد مثلا بش ما يتغلش حتى حد التوافق اللي خلينا نعمل حكومة على كل لونية كريمة في الأخر ما يبدلش عندها لتعمل لونة لا رائحة. أما يلزمنا نتوافق على محكمة دستوري. أما يلزمنا نتوافق على محكمة دستوري يلزمهم يتوافق ومتوافقتوش من 2014 2019 خمسة سنة خطأ خطأ جاسيم في حق الدستور التونسي نتحملوا في مسؤوليتنا لكلنا خطأ نزيد فوقهم العام اللي احنا في في البرلماء وفهم المية وخمسة وربعين زي تفهم الإشكالية بتاع مية وخمسة وربعين. والمية وخمسة وربعين تحبت المية وتسعة هذه وجهة نظر من مية وخمسة وربعين تتعاملت بش المحكمة الدستورية ما يكون حتى طرف سياسي حتى الطيف سياسي يحط على يد ويسيطر عليها بل بالعكس مية وخمسة وربعين تجبر نس كل حتى اللي عنده تسعين نايب أنه يعطي وذنه وأنه يتنازل لعنده ثلاثة واربع نواب. هذه كفلسفة المحكمة الدستورية. يعني جعلت بشكون هكا ما تعملش محكمة دستورية بش مية وتسعة يعدي ومحكمة دستورية سنوات والي معاش محكمة دستورية محكمة دستورية بعد عشرة وعشرين سنة تنفهم مقيمتها ما جعلت شراب تكون أربيتر في خلافات سياسوية المحكمة دستورية جعلت بشكون أكبر وأهم من هكاك برشة وحتى تحدد التوجهات الكبرى في في مجتمعنا كي قضايا تخلت للكاساسيون مسائل متى حقوق الإنسان متى خيارات مجتمعية كبيرة نلقى وقتها محكمة دستورية وازنة ور كيف كيف أنه نرجع المبادر على أرضية سياسية كما يقالها وخيام في حركة شعب ولا يقالها سيد رئيس محمد الناصر مع اختلاف الطرق والمقاربات هذا هذا مهم لأن السياسة عملت بش تحل المشاكل واللي عنده طريقة أخرى بش نحل مشاكل مجموعة متع عشرة ولا 12 مليون كيمة تونس أبار السياسة يقول لنا عليه بالحق هنا شوفنا تجربة تبنيت على ترزيل السياسة ونقول راي ترزيل السياسة مش كان ترزيل الأحزاب الأحزاب جزء من العملية السياسية لكنهم شو ما السياسة تجربة قامت على ترزيل السياسة والأحزاب ها في شهر رذلت نفسها بنفسها ها في شهر حتى تروحها في مأزق ما أنزل الله بها من السلطان واليوم أحزاب سياسية كما حركت الشعب وسياسيين عندهم عقود يعني في السياسة كما سيد رئيس محمد الناصر هم اللي يقدموا في المبادرات بش نخرجوا من الغصر اللي احنا فيها حكومة بعض غدوة طهر ره راب نهار واحد سبتمبر تتعدى في البرلمان ومتعرش روحة بشتعدان متعرش قائمت وزراء هاشكود وفهم سياسيين في البلاد ها وسيمو حامل نصنج بكونوا حدل يقول قريب لسياسية على عكس هاركتشعب لو حلافائنا في البرلمان هاو سياسيين من أطراف مختلفة يخموا مش في نهار واحد سبتمبر وكي يخموا فيما بعد واحد سبتمبر والسياسة يراه جعلت باش نتقدموا لقدام ونغذلوا المستقبل والنظمة مستقبلنا مبعض ما أخطر زادة سمحني الكلام اللي تكون فيه فيه شوية نوع من المباغة وقتلي تركز أكثر على ترديل السياسة من ترديل دور الأحزاب أو الأحزاب لأنه العمل السياسي مش بالضروري يكون إطاره ومؤسسات حزبية لأنه كل ترديل للسياسة وللأحزاب لأنه اللي صار في الشهر اللي فات هو غياب للسياسة كيف مش برنامج ويني السياسة كيف مش رؤية فيني السياسة كيف مش حتى أربع نقاط يا رسول اللهك اللي قلوم الحكومات كله قبل ما يتعدوا بشي على عيني النحماتي ما فمش جملة سياسية قلت في الشهر اللي فات عطيونا جملة سياسية قلت عطيونا وجهة نظر في المشيشي في صندوق الاجتماعي عطينا رايو في برنامج لانقاضي لعملت حكومة ومتخلقات لأنه كي ما قال آخر سيت يونيفيدانس بالنسبة لي المشاكل الحقيقية متى تونس ناس كلنا نعرفه نعرفه نقطة الأولى نقطة ثانية نحكيو على حلولها وحتى على الأولويات فيها الأولويات فيها ونجمو نختلف في المشيك في حديثنا على مسألة التوافق أو تقريب وجهات النظر ممكن الاحتمال وارد مثلا أنه النهضة والطيار وحركة الشعب يلتقيوا على قاعدة واحدة على وجهة نظر واحدة في أنه ربما مثلا هات الحكومة هذي نصوتونها أو هات الحكومة هذي ما صوتوا لاش ونتعدوا إلى انتخابات مباكرة ممكن تقريب وجهات النظر بالأحزاب هذي هو يعني المبادرة بتحركة الشعب تتحدث عن تمرير الحكومة تتحدث عن تمرير الحكومة مع تصقيف زمنها مع ضبط البرنامج بتاعها في إضاح وضع التصورات وإضاح مسألة المقصود من مسألة إيقاف النزيف الاقتصادية كيفاش بش يتم الموضوع دي وأيضا أنها تكون في في نهاية السنة ونصف في نهاية السنة ونصف نعم وطقي وفي الأثناء تكون الأحزاب توافقت على النظام السياسي يعني أن الأحزاب أنها تكون تتوافق بين بين بعضها البعض ممكن شيء ما يمنى نجم اليوم تتفق أطراف دون أطراف على جزئية في التفصيل لأنه خلينا مرة أخرى نعاود نقول يكون الشأن اليوم الناس الرأي العام مهتم بمسألة التمرير من عدمه ولكن لا والإشكال موش في التمرير من عدمه الإشكال مرة أخرى مسألة في التصور السياسي للأحزاب لديارة شأن العام علينا الأطراف الحزبية أن تعي أن هذه الفترة فترة معناها سانحة حتى نراجع أنفسنا نحن كأحزاب ونتفاعل بإيجابية مع الوضع الذي نجد فيه أنفسنا ونكف عن ترذيل بعضنا البعض لأن ترذيل بعضنا البعض في المنتهى قد قد يكون الحجاج بين بعضنا البعض يصل إلى مداه ولكل طرف فينا له حجته وفي كل طرف فينا في تفاعلة موضعية من قد يكون عنده الحق ولكن ليس كل الحق هو الصواب الصواب أن تجتمع الأطراف بين بعضها البعض لإدارة شأن العام يسمح للمعنيين المباشرين أو المنظورين منظورين ترك الأحزاب الناخي بها وغيره أنه يلقوا أنفسهم في حياة كريمة ومتميزة ومحترمة اليوم الأحزاب للأسف خلينا نكونوا معترفين من بعضنا أنه لقيين صعوبات في الجلوس إلى بعضنا البعض أنا مرة أخرى ودعوة الصريحة أنه قبل ما نتكلمها لأن هذه الحكومة تمر أو لا تمر على الأحزاب اليوم أن تقف وقفة معناها منتبهة إلى ما إلى تم إلى ما وصلنا إليه اللي كان يتفضل به السل العربي هو حقيقي واقعي فما اليوم تحفظات على التمشي السيد هشام المشيشي فيه طريقة معناها تشكيل هذه الحكومة ولكن طريقة تشكيل هذه الحكومة مسؤولة عليها سيد هشام وأيضا مسؤولة عليها الأحزاب لأنه لولا لولا التمشي اللي مشينا فيه أحنا كأحزاب جميعا وأنا ما نحبش ولولا الخلافات والصراع السياسي اللي صار بين الأحزاب ما نقولها سيسان هو بناء سيسان هو هو ألزمه بهذا التمشي هو يبدو أنه سيسان بناء التمشي بتاعه على ما سماه خلافات الأحزاب فيه فيها بين عقفين رأي وجهها ولكن مشيرة أخرى الوجهة هذه مزماج تصل إلى مداها لأنه في الحقيقة هو يحتاج للأحزاب والأحزاب تحتاج العمل بين بعض البعض وعلينا أن نتواصل مع بعض البعض حتى نقدر إدارة نقدر على إدارة شؤون الحكم ما هو لي صار هو في السابق في المراحل السابقة أولا صار خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية بن سيباجي وبين سيوسف الشهد ونعرف المناخ اللي كان سائد في ذلك الوقت المناخ اللي كان سائد في ذلك الوقت جوز منه وقع ترذيل الحياة الحزبية أيضا ووقع ترذيل فكرة التوافق خرجنا خرجت الشارع التونسي أفرز منظومة طريقة جديدة في البيضات لأنه حتى سيد رئيس الجمهورية بش نكون واضحين أخويا شاكر سيد رئيس الجمهورية جاء من خارج منظومة الأحزاب يعني ما نجموش نقوله سيد رئيس الجمهورية هو تعبيره عن عن ترذيل الأحزاب ولكن هي تعبيره عن غضب الشارع التونسي على ما يعتري في علاقة الأحزاب بين بعض البعض الأحزاب المسؤولة تقف وقفة عند هذا القراءة والمقاربة وأن لا نلقي مطلقا بيضنا في سلة الآخرين سيد رئيس المشيشي وجد نفسه في في محطة ويريد قيادة هذه المحطة ضمن مقاربة المقاربة هذه نحن عنا عليها تحفظات ولكن أيضا نريد أن يساعده على عدم الوقوف عند تلك المحطة وعن تلك المقاربة هذا هم جدا التوافق والجلوس الأطراف إلى الحوار هذا يعزز الثيقة بين الأطراف بين بعض البعض ويسقط حجة أن الأطراف التي لم تكن متوافقة في مرحلة يجب أن يبقى 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 إزاحتها حتمية مستمرة كما دعينا سيد الفخفاخ إلى حكومة وحدة وطنية وحتى وقت ليتخنى نحن الحكومة سيسير 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 ده الشورى حينها دعا إلى قال بكل صروح بكل صراحة أننا سنواصل سعينا في والاجتهاد لإقناع السيد رئيس الفخفاخ بتوسيع الحزام نفس الشيء نحن سنفعله مع سيد الياس الفخفاخ طبعا إذا الشورى قرر عدم إسقاط هذه الحكومة ولكن نحن نأمل أنه أنه الأمور تكون بغير تلك المأهلات ولكن في الأخر إحنا عنا مؤسسات والمؤسسات مهمة ومهمة جدا باش نبقى ونحن ننتظره القرار هذية والقرار هذية راو باش نقول بكل وضوح ما هو شي معناها واضح تمام الوضوح فما نقاش كبير داخل الحركة فما نقاش كبير داخل الحركة ولكن دائما فما جانب عقلاني الحركة الكل تحاول تغلبه وأنا من نعتقد أيضا حتى داخل الطيار رغم طبعا هما أدري بمؤسساتهم ولكن أتفاهم البجهة النظر بتاعهم أتفاهم التحفظات بتاعهم ما عنديش أي استغراب أو استهجان الموقف بتاعهم بالعكس ولكن أيضا يمكن يمكن ياسر أنت قلتها لأنكم من أطراف تتوافق يمكن أطراف تتوافق في اتجاه الطيار وممكن أيضا تتوافق في اتجاه مبادرة مبادرات ونلقا روحنا مبعضنا وأنه سي هشام زادة يعمل تأخر الششعان يعمل تأخر الششعان وأنه يدمج الأحزاب معه في المرحلة الحالية طيب نبني على كلامه بسؤال أخير موجه لكم زوز نبدأ بك سي محمد العربي شنو رأيك أولا هل ممكن فعلا فرضي ورد أن الطيار والمجلس الوطني يغير قراره يغير موقفه وإلا القرار نهائي ومبدئي وليس فيه تغيير ثم ما رأيك فيما في من يقول من المحللين السياسيين أنه كل من يغير موقفه ويصوت لمنح ثيقة لهذه الحكومة بعد الخطاب المبدئي يحاول كيف ما قلت ترديل الأحزاب وترديل دولة الأحزاب وتهميشة وا 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 كل من يغير موقفه تجاه منح ثيقة إنما هو موقف خوف وحزب يخاف أن يواجه انتخابات مبكرة به احنا المجلس الوطني متعتار ديمقراطي اجتمع وطرحت فيه الأراء الكل وقررنا أنه نخرج القرار بكري على قاعدة الوضوح ما نخضعوش قرارنا لأي الضغوطات أو غيرها وقلنا لأنه صويتها لحكومة السيد الشميشي كان مرة تتمنى لها التوفيق مش تلقى معارضة بعقلها تعاونها وتبني معها وتفيدها حتى بتجربة الحكم اللي خرجنا معها كما تعديتش فالبلاد فيها دستور رغم اختلاف القراءات وغيره وتونس ما يشبش تاخذ كان حكومة ما تتعديش أنا كتفاعلت قبليك مع مبادرة الاصدقاء في حركة شعب قلت هي المبادرة تصلح بقطع النظر عن مصير الحكومة ديما نعود نقول الحكومة هي اللي همشت روحها مش احنا همشنا هي حط روحها بجانب السياسة على أجنب وجهة نظر قد تنجح قد تكذبنا وجهة نظر أما كنقولوا للأحزاب لازم تتوافق فيما بينها وتعمل محكمة دستورية كنقولوا للأحزاب لازم تستعد للانتخابات القادمة في ظروف أكثر شفافية كنقولوا للأحزاب لازمها تنقص من منصوب الاحتقان بيناتها أذي الكل يصلح قلوا نقعد من بعضنا على قضايا وطنية كبرى أذي الكل يصلح بقطع نظر على مواقفنا من بعضنا على المستوى السياسي على مستوى إمكانية حكم بعضنا ولا لا على مستوى نظرتنا للثورة هذه إسكوبيهية ولا خائبة أذي حاجات واضحة موقف كل حزب منها وعبرنا على موقفنا تقريبا من كل أطراف نفتر ديمقراطي أما نعرف وفهمين ليش نعمل محكمة دستورية مع بعضنا مع الدستور الحر مع حركة نظر مع نسكر أذي فهمين وواعين به ومتحمل مسؤوليتنا فيه الباقي الكل نعاود أن نقول ليس فتح الطيار الديمقراطي قرر عدم الثقة لحكومة يشم الشيشي والذي صار بعد قرارنا زي تأكد وجهة ترين بإيجاز سمعني سيساني خاطر أنتها توقيت هل كل تصويت لما الحقيقة هو يعتبر موقف خوف أو تصويت خوف لا على الأقل بالنسبة لحركة النهضة ما نتصورش في الحركة النهضة تخطحش أي انتخابات وظهر لأنها النهضة يعني خاضت أكثر من انتخابات وقفتت جدرتها وقدرتها الانتخابية وقدرتها يكلها على إدارة الانتخابات والذهاب في حملات انتخابية مختلفة يعني يبقى يبقى أيضا من جانب آخر لا يجب استسهال الحديث عن الذهاب إلى حل البرلمان وإلى الانتخابات المبكرة لأنه هذا الاستسهال في الحقيقة عنده تكلفة تكلفة مالية تكلفة على عصاب التواسع تكلفة على 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 البلاد عندنا شهر سبتمبر معناها فم مشهاري بش بش يقع خلاصة فما فما وضع اقتصادي عندنا وضع بتاعه ما وضع وضع وبائي ما يش فد ليك المسألة يعني ما هيش مسألة خوف أو عدم خوف من خوف انتخابات لكن خوف أو عدم خوف هنا سؤال على المصير البلاد ما نش متحير لأنه بعض الأحيان نقول أنه على أقل تونس هذية فيها مؤسسات الحمد لله ما نشكي ما بقيت البلدان عندنا رئيس جمهورية وعنى على 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 الآن رئيس حكومة مزال حالي مستمر عندنا شخصية مكلفة والبلاد قاعدة تدار بي بي درجة من من الإرادة القوية لي عدم سقوط البلد في ما يمكن كما بلدان أخرى سقطت فيها وعنى شو شو عن أوضاع بلدان مساكن معناها قاوة راحم في مسائل معناها اختيرة ولكن هو عموما نحن عارفين كيفاش نديروا مسألة مسائلنا ولكن هذا ما يدفع ناش أنه ندفع المسائل إلى منتهاها التوانسة دائما عادة يوصلوا إلى الحافة ويرجعوا هذا هم جدا هذه أنا ديما نعتبرها معناها الجانب العبقري في التوانسة لا يجب أن نصل إلى الهاوية ونمر بعد الهاوية واضح. شكرا ليكسي سامي تريقي كيدي بحركة النهضة شكرا ليكسي محمد دعا المجلسي كيدي بالطيار لقاءكم بعد شوية بعد لحظات مع زميتي عواتف صغروني في متابعة يومية لمستجدات كورونا كوفيد 2019 كوفيد 2019 نتقابلوا احنا كلا عادة نهار تنين القادم تسبح لكم اشتركوا في القناة